اهلا بكم مشاهدين قوة دفاع البحرين على مدى السنوات الماضية وإلى اليوم ونحن نشهد التطور الدائم في مختلف المجالات بما يواكب ويتناسب مع التطور اللي تشهد الحياة والعلوم العسكرية في الاعداد القتالي العسكري البدني بالإضافة الاهتمام القيادة الحكيمة بتنمية قدرات الجيش الفكرية والعملية وتأهيلهم للعمل في مختلف الظروف قوة دفاع البحرين لديها العديد من الإنجازات الكبيرة نتحدث عنها أكثر في هذا الجانب في الستوديو معي اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني أهلا ومرحبا فيك وأيضا أرحب بالعميد طبيب عبدالله درويش المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري أهلا ومرحبا فيك أهلا وسهلا أيضا أرحب بالعميد ركن بحري نعمان راشد الحسن أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري أهلا ومرحبا فيك يا مرحبا وأرحب بالعقيد الركن عبدالله محمد النعيمي قائد كتيبة الشرطة الجبوية أهلا ومرحبا فيك أهلا وسهلا بك أبدأ معك سعد الواء بسؤال عن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني واللي لديها حقيقة كثير من الإنجازات خاصة في مستوى التنمية البشرية لنتحدث عنها بشكل أكثر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم محمد بداية باسمي وباسم زملائي أتقدم إلى المقام السامي وأتشرف برفع المقام السامي أجمل آيات التهاني والتبركات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظ الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القاد الأعلى الناب الأول رئيس مجلس وزراء حفظ الله ورعاه وإلى سيدي صاحب المعالي القاد العام لقوة الدفاع البحرين حفظ الله أجمل التهاني منسبت مرور خمسين عام على قيام قوة على تشكيل قوة الدفاع البحرين والتهاني موصول إلى منتسب قوة الدفاع البحرين وإلى الشعب البحرين وليفتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى وزارة شؤون الإعلام على هذه الاستضافة هذا واجب بالنسبة عن شغالك حقيقة أن الكلية الملكية لقيادة وركان والدفاع الوطني التشكلت في سنة 2006 أفق الرؤية ملكية سامية تتمثل مهمة الكلية في إعداد وتهيل القريادات العسكرية والمدنية وكذلك تنمية مجالات الفكر الاستراتيجية وتعزيز مفهوم الأمن الوطني للدارسين في الكلية ولمزيد من الوضاحة لطول عمرك أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تتكون من كلتين كلية القيادة والأركان وكلية الدفاع الوطني كلية القيادة والأركان تشمل التدريب فيها بس خاصة لعضباط فقط والضباط ليس ضباط قوات الدفاع فقط وإنما ضباط قوات الدفاع وضباط الأجهزة الأمنية الأخرى في المملكة وكذلك ضباط من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك ضابطات من القوات الدفاع والحرس الوطني يشتركون في هذه الدورة أما كلية الدفاع الوطني فهي تختص بتدريب كبار الضباط والمدنيين وإذا حبيت أوضح لسلمك عن موضوع المدنيين فهو المدنيين من وزارات الدولة المختلفة جميل جدا راح نتكلم أكثر عن الكلية أنتقل للعميد الطبيب عبد الله نتكلم عن المنظومة الطبية بقوات الدفاع البحرين والتي أكيد تحظى باهتمام كبير جدا عالي المستوى ومن هذا المنطلق هناك تطورات كبيرة أيضا أو تطورت كتيبة الميدان الطبية لقوات الدفاع لو تحدثنا بشكل مبسط عن هذه الكتيبة الميدانية الطبية في الحقيقة الكتيبة الطبية البدانية بدأت أول بفئة سقيرة بعدين سرية وبعدين كونت الكتيبة في سنة 1996 ككتيبة الطبية البدانية من أمور المهام التي تنفذها كتيبة الطب الميدانية هو الإسناد الطبي لجميع وحدات قوات الدفاع البحرين في الحرب والسلم هناك تقريبا 13 عيادة موجودة منتشرة في وحدات قوات الدفاع البحرين تحت إدارة كتيبة الميدان الطبية من أضافة لذلك هي تقوم من مهام الكتيبة الطبية الميدانية هو الإشراف والبحوصات الطبية للجميع المتسبين على أساس أنها تمنع حدوث الأمراض من المحسكرات الطبية المهام التي قامت فيها الكتيبة الطبية الميدانية هو مشاركة المتمارين للتدريبات داخل مملكة البحرين وخارجها مع الدول الشقيقة والصديقة وكذلك طبعا هي معروفة أنه إضافة لذلك أنها طبعا ساهمت في حرب الكويت وإضافة إلى تدريبات درع الجزيرة من إضافة لذلك أنها أضيف شيء مهم جدا للكتيبة الطبية الميدانية في عندنا مدرسة مدرسة التمريض مدرسة الخدمات الطبية للتمريض وهذه تحولت المدرسة الخدمات الطبية للتمريض إلى كلية للتمريض وتخرج طبعا فواج عديدة من المرضين العمليين الذين يشاركوا ويساهمون طبعا في العملية الطبية ومن تشكين في المستشفى العسكري وإضافة إلى الوحلات العسكرية جميل جدا أنتقل للعميد الركن بحري نعمان أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري دعنا ننتقل للرياضة العسكرية والتي فيها أيضا منجزات كبيرة لكن قبل أن أدخل في موضوع المنجزات حدثني عن أهم أهداف تأسيس الاتحاد الرياضي العسكري طبعا منذ تأسيس قوة دفاع البحرين عام 1968 نمت الرياضة العسكرية مع نمو وتطوير قوة الدفاع وكانت من ضمن اهتمام المسؤولين بأن تكون أحد اللبان لبنات التأسيس الأولية لتعكس اهتمام سيدي صاحب الجلالة اهتمام ورعاية سيدي صاحب الجلالة بأهمية الرياضة في الجاهزية القتالية في تطوير الجاهزية القتالية فالرياضة العسكرية حظت باهتمام من القيادة وحظت بمتابعة وتوجيهات سيدي معالي القائد العام منذ التأسيس حيث وضع لها برامج وأهداف بأن تصبح من ضمن الوحدات ومن ضمن اللبان الأساسية في رفع الجاهزية القتالية أو المحافظة على الجاهزة القتالية ورفع اللياقة البدنية وكذلك لها المشاركات الخارجية سواء بالمنتخبات العسكرية أو تأهيل الكوادر الرياضية على مستوى قوة الدفاع أو على مستوى حتى مملكة البحرية التي طبعا تدعم الرياضة بشكل عام صحيح وطبعا يوجد اليوم علاقة وثيقة بين اتحاد الرياضي العسكري متمثل في قوة الدفاع البحرين واللجلة الأولمبية البحرينية ووزارة الشباب والرياضة في تطوير ودعم الرياضة في البحرين عامة وهذه يعني بدأت فيه وحققت أيضا منجزات كبيرة جدا سنتكلم عن المنجزات التي حققها الاتحاد العقيد عبدالله النعيمي خلنا أتكلم معاك عن المعارض والمؤتمرات ومؤتمر البحرين للدفاع واللي يعتبر من أكبر وأهم مؤتمرات التي استضافتها المملكة بتنظيم من قوة الدفاع لو اتكلم لنا عن أهداف استضافة هذا المؤتمر مؤتمر الدفاع وهل حقق النجاح في نسخته الأولى بسم الله الرحمن الرحيم معرض مؤتمر البحرين الدولي للدفاع عقد في أكتوبر 2017 لأول مرة وبفضل الرعاية ورئاسة اللجنة من قبل سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي لهذه اللجنة العليا تم استقراب أكثر من 185 شركة لأول معرض المعرض حقق أهدافه كمنصة لصنوف القوات المسلحة الثلاثة المشاة أو نقول البرية والبحرية والجوية ومثل أي معرض هذا المعرض دائما ما نسميها أحداث ومناسبات المناسبات هذه لها أهداف هي تبادل الخبرات الطلاع تسويق المنتجات فمثلها مثل أي معرض تجاري فهو معرض تجاري استقطبت فيه شنو كانت مشاركتكم أنت فيه طبعا احنا كسلاح الجو كنا مشاركين عارضين اللجنة المنظمة هي اللي تمت طبعا من قبل قوة دفاع البحرين معظم مديريات قوة دفاع البحرين شاركت تم استخدام القواعد الجوية والبحرية والميادين جميع الأمور اللي صارت حق المعرض كانت تدار من قبل قوة دفاع البحرية جميل لواء ركن بحري الدكتور عبدالله تحدثت عن الكلية وأن تقدم الكثير من الخدمات على الجانب العسكري وأيضا ذكرتنا في جانب المدني حدثني عن رؤية الكلية الملكية للقيادة والأركان المستقبلية والتي تسعون لتحقيقها في المستقبل الله يطول عمرك تمثل كلمات سيدي صاحب الجلالة قائدنا الآلة نبراس نقتدي فيه ودائما الله يطول عمرك ما نصنع مهماتنا في الكلية وهدفنا من خلال كلماتنا المضيفة على طول عمرك لذلك فالنورية الكلية هي توفير بيئة أكاديمية تنفسية وكذلك مستوى متطور من التعليم والتدريب للمشاركين في هذه الدورات في كلتا الكليتين جميل طيب العميد طبيب عبد الله تحدثني ممكن في البداية عن جزئيات تتعلق بالكتيب الميداني الطبية أبي تحدث عن جزئية وهي الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى العسكري لكل منتسبي قوى الدفاع وأيضا الخدمات التي يقدمها للمواطنين في الحقيقة والله يشرفني أن أن أكون طبيب أخدم في هذه المستشفى العسكري يعني مؤسسة طبية راقية تقدم خدمات طبية راقية وذاتها جودة عالية هذه طبعا عرفناه من خلال عندنا شهالة الاعتماد الاسترالي للمواصفات الصحية واخدناها أربع مرات بتتالية وبتفوق كبير وكذلك عندنا شهادة الاعتماد لمركز جراحة السمنة وجراحة السكر من المجلس الاعتماد الأوروبي والأمريكي وكذلك حصلنا أخيرا على شهادة الاعتماد لإيزو 15189 دي المختبرات الطبية الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى العسكري الخدمات الطبية الملكية واسعة كثيرة علاجية طبعا نحن تغريبا سأعطيك فيجارس نحن تغريبا العيالات الخارجية العيالات كلها كاملة الموجودة الاستشاريين والعيالات الخارجية والطوارئ تستقبل حوالي نصف مليون مريض سنويا وهذه حسب الحصايات 2017 العيالات الخارجية التي تستقبل 190 ألف مريض متردد سنويا الطوارئ تغريبا قسم الطوارئ طبعا يستقبل حوالي 64 ألف في السنة طبعا نحن نقدم لأننا تزور قسم الطوارئ تشوف قسم متضور جدا وفي كفاءة عالية من الأطباء والمورضات بالإضافة لذلك نقدم طبعا عندنا العلاج جميع التخصصات موجودة في المستشفى العسكري من الأمراض الباطنية وجميع تخصصاته مستشفى جراحة بدنا كامل طبعا عندنا الجراحة جراحة الجراحة العامة جراحة المناظير جراحة المسانك البولية العظام وعندنا جراحة التوليد والنساء والولادة وعندنا قسمة الأطفال إذن هي أرقام عديدة يستقبلها المستشفى من منتسب قوى الدفاع ومن المواطنين أيضا والمواطنين ويقدم العديد من الخدمات في كافة المجالات كما ذكرت مشاهدين فاصل قصير راح نطلع وبعد ذلك نرجع نواصل مع بعض من منجزات قوى الدفاع البحرين لأن إذا فكرنا نغطي هذه المنجزات قد نحتاج إلى أيام طويلة لكن نحاول نبرز أهم منجزات قوى الدفاع البحرين بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 الله 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 لا 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 اشتركوا في القناة 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 من القيادة العامة تشمل رفع اللياغة البدنية في قوة الدفاع وكذلك تدعم المشاركات الرياضية سواء داخل البحرين أو خارج البحرين وخارج البحرين على مختلف المستويات على مختلف المستويات على مختلف العام والمنتخبات حريص قوة دفاع البحرين بأن يكون في تبادل ومشاركة للجيوش العربية والخليجية والصديقة في المحافل الرياضية وخاصة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية إبراز اسم مملكة البحرين وقوة دفاع البحرين هذه ضمن أساسيات واهتمام القيادة العامة فتجد أن اسم قوة الدفاع موجود دائما في جميع المحافل الرياضية وخاصة البطولات العسكرية ورح نتطرق عليه إن شاء الله بعدين بشكل مفصل اهتمام طبعا القيادة والمسؤولين في عقد الدورات دورات المدربين وعقد دورات اللياقة البدنية وعقد المحاضرات التي تشمل أو تحتوي على الأمور الرياضية لمنتسبين قوة الدفاع وتأهيلهم للدخول في هذه المنتخبات وكذلك هذه الكوادر تصبح في المستقبل هي داعم للأندية المدنية والمنتخبات حتى اليوم أنت تشوف أخوي أن كثير من الكوادر من بس اللاعبين حتى الكوادر الإدارية ما تستقبل يعني المحافل المحلية أو خلنا أقول مثلا الاستضافات ما تخلى من الكوادر العسكري وهذا جاء مب لأنه يعني فقط سنفرات هل هناك عمل متواصل في خطة؟ لا بالعكس لأنه عندنا ناس متميزة أصبحت ناس يعني متميزة في العمل الإداري الرياضي غير أننا عندنا لعبين بارزين وعندنا مدربين بارزين اليوم تلقى يعني أنت لا تتكلم فقط على الجانب اللاعبين ومدربين حتى في الجانب الإداري أبدا الجانب الإداري اليوم أصبح مهم لكل حدث رياضي الاستعانة بأفراد من قوة الدفاع البحرين وكذلك يعني أنا مثل ما ذكرت لك فيه من ضمن الدعم اللي تغدم قوة الدفاع للجهات الأخرى كمملكة البحرين سواء لللجنة العلمبية أو للوزارة الشباب والرياضة ليس فقط في الاهتمام بالمنتخبات إنما اليوم قوة الدفاع توظف اللاعبين يعني ما أخذ الجزء كبير من توظيف اللاعبين والمحترفين وهذا دعم للرياضة وهذا دعم للرياضة هذا أهم يمكن دعم تقوم بقوة الدفاع اليوم في مجال الرياضة توظيف اللاعبين تفريق اللاعبين للمشاركات الخارجية للأندي والاتحادات تزويد بعض المدربين لبعض الاتحادات كدعم وخاصة الألعاب التي لها ارتباط وثيق بالأسكرية في بعض اللاعبات فيها طابع العسكري تلقى قوة الدفاع مفرحة حتى المدرب والإداريين الدعم بشكل عام نعم في عندنا بعض المنشآت اليوم يعني تستفيد منها الجهات الثانية ليس بس للأغراض العسكرية أو للمنتخبات العسكرية تستفيد منها من جهات أخرى اللي هي الأندي والاتحادات المدنية فهذا كله دعم ودعم كبير الصراحة تقدمه قوة الدفاع للجهات العسكري أو حتى المدرب سواء العسكري أو المدني طيب العقيد عبد الله قلنا أن سلاح الجو يمكن تكلمنا في البداية عن المعارض بشكل عام وعن معرض أو مؤتمر البحرين الدولي للدفاع خلني أتكلم أيضا حرص سلاح الجو الملكي البحرين تنظيم المعارض بشكل مستمر وبالتحديد المعرض اللي ناس صارت كالسنتين تنتظره وهو معرض البحرين الدولي للطيرات مدى أهمية هذا المعرض ومدى أهمية تنظيمه في البحرين هو مهم كونا مثل أي معرض لكن هو يعتبر المعرض الأكبر بحجم الصفقات اللي تعقد فيه وكذلك عدد الزوار يعني انتهينا بعدد الزوار فاق الخمسين ألف الزوار من دوي الاختصاص أو الناس اللي حاب قطاع طيران فالمعرض يخدم القطاع الطيران بشكل كامل يزورون الناس حبا في الطيران ومن من يعني فينا ما يحب الطيران فيه العديد من الفرق ووجوده اللي تشارك سنويا وكذلك عندنا الأهم من ذلك اللي هو تحريك على عجلة الاقتصاد الوطني فنادق خدمات مطاعم تأجير سيارات إلى آخر كفعالية ناس اللي تسعالة حتى من الخليج انت ذكرشك من عدد الناس اللي تزور المعرض لكن عدد العارضين شكثر ليوكم العارضين الشركات العارضة انتهينا في 2016 139 شركة مثل المصرح يمكن انت ما تطلع أكثر 139 شركة طيب مقارنة بمعارض دولية أخرى هل الرقم ذي يعتبر كبير والله هاي رقم كبير جدا على معرض يعني هذه نسختها الرابعة لكن مثل ما شفتوا تصريح وزير المواصلات والاتصالات في التصريح الأخير له أن 95% مباعت كل المساحات من المعرض القادم 2018 واللي هو بيكون في شهر 11 شاء الله نوفمبر أرجع لللواء الركن دكتور اللواء الركن بحري دكتور عبدالله منصوري أهم البرامج التأهيلية اليوم والدورات التدريبية اللي تقدمونها لضباط الكلية منك لا شك طبعا لكنا هناك عديد من الدورات والبرامج التأهيلية للضباط في الكلية لايما نحرص على حضور الورش التعليمية سواء في البحرين أو خارج البحرين كذلك لدينا برنامج مع الكليات المشابهة لنا في الدول الشقيقة هو برنامج تبايد المعلمين بيننا وبينهم بالإضافة للاشتراك ضباطنا في الدورات التخصصية للعلية طبعا لك في خارج البلاد ونحرص دائما على حضور الندوات والمؤتمرات اللي لها علاقة بالمنهاجة كلية ونشارك كذلك في التمارين اللي طبعا لعملك في التمارين الخارجية والداخلية طبعا الخارجية خارج البلاد وكذلك حتى خارج قوة الدفاع في الوزرات الأخرى جميل إذن مشاهدين بات أكيد سلاح البحرية الملكي البحريني يحمل مكانة مرموقة من بين أعرق البحريات في المنطقة وذلك دليل على كفاءة منتسبي وجهودهم الطيبة في سبيل ارتقاء بواجبهم الوطني عبر منظومة متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات وتجسيدا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك أو ملك البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وما تحتمه الطبيعة الجغرافية لموقع المملكة البحري ليساهم سلاح البحرية الملكي بالمحافظة على أمن والسلامة المملكة والمشاركة في عمليات حفظ السلام قوة دفاع البحرين بما تحمله من مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أمن مملكة البحرين والدفاع عن مكتسبات هذا الوطن ومصالحه داخل وخارج المملكة ذلك ما أكسبها العديد من الخبرات التي انعكست على المستوى الرفيع والمتقدم لمنتسب قوة دفاع البحرين وجاهزيتهم القتالية طبعاً مملكة البحرين لنهي العديد من المشاركات على المستوى الإقليمي والدولي في مجال حفظ السلام العالمي بمشاركة قوة دفاع البحرين ولعل أبرز هذه المشاركات مشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني في دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشرعية باليمن الشقيق أيضاً من ضمن المشاركات المشاركة في مكافحة الإرهاب والغرصنة في الغرن الأفريقي استلام قيادة الواجب متعددة الجنسيات 151-152 طبعاً كل هذه المشاركات جاءت ترجمة ودليل على المستوى المتقدم من الجاهزية القتالية والإدارية التي وصلنا لها أهلاً فيكم من جديد مشاهدينا ما زلنا نواصل هذه هي التغطية بمرور 50 عام على تأسيس قوة دفاع البحرين أرجع مرة أخرى للعميد طبيب عبدالله درويش في حديثني ممكن تحدثنا على الخدمات بشكل عام وذكرت بعض الإحصائيات والأرقام من اللي يزورون المستشفى العسكري من من العسكريين ومن المدنيين أيضاً المواطنين طيب حدثنا عن مركز محمد بن خليفة للقلب وعن أهم الأجهزة الطبية المخصصة لعلاج القلب اللي تم توفيرها في هذا المركز اللي أخذ لحقيقة صيد كبير جداً مو على مستوى المملكة يمكن حتى على مستوى المنطقة فعلاً مركز القلب أو مركز محمد بن خليفة للقلب لمراكز المرموقة في المنطقة ليس بالبحرين ولكن صيد المركز خارج البحرين كبير وذلك الخلال نحن نشوفه حتى الناس من خارج البحرين يتعالجون في هذا المركز قبل ما أقول لك أن الجهزة الحديث تركبت في المركز في عيادة عيادة الآلام الصدر وهي تبع المركز محمد بن خليفة للقلب يتردد عليه تردد عليه لسنة 2017 11 ألف مريض 11 ألف مريض في السنة في السنة السنة المواضية 2017 عيادة الآلام الصدر تركيب القسطرة والقسطرة تقريباً المرضى المترددين على تركيب القسطرة 2500 مريض تكلفة عالية وتحسبها أن تكلفة العمليات هذه والأشياء هذه الثمن مبرخيصة لكن الدولة المملكة البحرين للقيادة الرشيدة وفرت هذه العلاج مجاني مجان حق الجميع المواطنين بإضافة للعمليات الجراحية التي قام في مركز محمد بن الخليفة تغارب 500 عملية تقريباً جراحية سنوياً من تركيب صمام تركيب هذه والعمليات الشريان تقريباً 60% من المرضى بحرينيين و40% غير بحرينيين فمعنات أن هذا المركز يستقطب بناس كثيرين من الخارج البحرين بالنسبة للجهزة الحديث التي ركبت في جهزات في المركز جهاز CT Scan هو القياس الصمامات الموجودة في القلب لتركيب صمامات بعد ما تركب الصمامات لا بعد تركيب الصمامات بالهذه بالجهاز طريقتهم حلو ما نعرف طريقتهم بس هما طريقة يعني سليمة عالية الجودة هذي من الجهاز جهاز الثاني هو الجهاز الكهرباء الكهرباء أولا كانوا جهاز يضعون وين بالضبط الخلل من المابينج يعني تخريطة جسم الجهاز وين بالضبط الخلل الموجود فتركب وعرفون هذا على أساس تعالج منطقة الكهرباء 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 للقلب جهاز أحدث وهذه هالجهاز حديث طبعا لأن أول كانوا يستعملون للأشعة السنية السنية هي الإكسرية العادية والذي سبب طبعا مضعفات المريض أما حاليا هذا جهاز كامل جهاز حديث ركب في مركز وطبعا التكلفة عالية جدا لكن الدولة وفرت هذا بالحجان لجميع المواطنين سواء العسكريين أو حتى المدنيين طبعا كلهم طيب العميد ركن بحري نعمان حدثني عن أنواع الرياضات العسكرية عدد المنتخبات الرياضية العسكرية اللي موجودة عندنا اش كثب طبعا تحاد الرياضي العسكري لديه كثير من المنتخبات العسكرية على سبيل المثال طبعا منتخب كرة الغدم العسكري منتخب المبارزة منتخب القبز الحر اللي هو المضلات منتخب المبارزة منتخب القبز غبز الحواجز اللي هو الخيل عندنا طبعا فريق الخماسي العسكري عندنا فريق الرماية العسكرية بكل أنواعها عندنا منتخب الطائرة العسكري الجولف وعندنا منتخب الجولف وعندنا منتخب الشراع وعندنا منتخب العهب القوة من أبرز المنتخبات عندنا العسكرية عندنا منتخب الترايثلون تقريبا 15 منتخب موجود موجودين أو أكثر يمكن يعني يمكن يعني إن شاء الله أنا ما نسيت منتخب من المنتخبات منتخب التاكواندو منتخب الجودو طبعا اللي هي الشي اسم الدفاع عن النفس في هكذا لعبة جوتستو ضمن ضمنهم موجودين يعني إحنا تقريبا عندنا قد ما موجود برع من المنتخبات تقريبا إحنا عندنا يعني عدد كبير عدد كبير جدا وهذه اللي هو يعني وجود يدعم لأنه يدعم المنتخبات المدنية العادية لأنه هم نفس أبدلين اللاعبين هم اللي مثلون كذلك المنتخبات الوطنية المدنية كمير فمنتخبات كثيرة وكان في عندنا طبعا الخماسي الحديث ولكن هذه انتهى بسبب أنه انتهى عالميا في الله أنا خاف أني نسيت يعني يعني ما شاء الله عدد منتخبات يعني أنت بك ذكرت أن الألعاب اللي موجودة في القطاع أو في الجانب الرياضي المدني نعم هي نفسها موجودة في الجانب تقريبا يعني تقريبا ولا أنا عددت لك يعني هذه هي منتخبات موجودة عندنا في في الاتحاد الرياضي العسكري في قوة الدفاع طيب خلي أرجع للعقيد عبد الله شنو هي أهم اليوم الأجهزة المعدات اللي تم عرضها في هذه المعارض وهل هناك صفقات عسكرية تبرم خلال هذه المعارض وشنو الخبرات اللي بيحصلها يعني بتحصلونها في الجانب الدفاعي أو الأمني أو التبادل الأمني في مثل هذه المعارض طبعا إذا ينا تكلمنا عن معرض البحرين دولي للطيران فهو يخدم قطاع الطيران بجميع أنواع سواء عسكري أو مدين فالشركات اللي جاية حق هذه المعرض تسوق عن منتجات وتعقد فيها كثير من الصفقات ففي 2010 في بداية 2010 بداية انطلاق المعرض حقق صفقة بستمائة مليون دولار أمريكي المعرض في 2014 وصل إلى ثمانمائة مليون انتهينا في 2016 بتسعة بليون دولار الصفقات هذه أقلبها صفقات تجارية لطيران تجاري أو بناء مطارات الشركات هذه حضرت وسوقت حق منتجاتها وتم الاتفاق مسبقاً لكن يتم عنها الإعلان أثناء المعرض الجدير بالذكر أن بايدك 2017 اللي هو معرض ومؤتمر البحرين دولي للدفاع في نسختها الأولى حقق 4.2 بليون دولار نعم فالحمد الله البحرين اتجهت إلى صناعة المعارض وماشيين الحمد الله في الطريق الصحيح ويمكن صناعة المعارض فايدتها مو فقط للقوات قوة الدفاع البحرين فقط بل فايدتها تعمل البحرين بيكملها في الجانب الاقتصادي وغيرها من الأمور نعم وهذه اللي احنا دائما نتكلم عنه المصنع اللي هو الشركات الكبيرة العالمية يتي إلى أرض مملكة البحرين ويكون سهل الالتقاء بين المصنع والمستخدم سواء للمعدات عسكرية دفاعية أو المعدات التجارية فهذه الفايدة الكبيرة من وجود مثل هذه المعارض في أرض مملكة البحرين جميل جدا اللواء الركن بحري دكتور عبد الله لو تحدثنا بشكل مبسط عن أهم المصادر العلمية والعملية التي توفرها اليوم الكلية الملكية للضباط الدارسين فيها طبعا من هذاك عدة مصادر ستتوفرها كلية الكلية تمتلك مكتبة رغمية وإلكترونية وتحوي على ألاف الكتب والمراجع حق وممكن الضابط الدارس أرجع لها وكذلك عندنا سلمك التعاون أكاديمي مع جامعة البحرين وخاصة المكتبة الموجودة في الجامعة وكذلك عندنا تعاون مع مكتبة مركز عيسى الثقافي تعاون وثيق معهم وكما يوجد خط الاتصال مع بعض المكتبات في خارج البحرين مع الكليات المشابهة بالإضافة أن الكلية تتوفر مشابه لعبة الحرب حق الضباط الدرسيين تدربون عليه عملي سعى دائما إلى تطوير مصادرها تحقيق هدفها التعليمية جميل إذن مشاهدين حديثنا عن مستشفى الملك حمد الجامعي الذي تأسس في عام 2012 ويقدم العديم الخدمات الصحية ويثبت اهتمام قوة دفاع البحرين بتقديم أقوى الخدمات الطبية الصحية المتطورة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فمستشفى الملك حمد اليوم يعتبر استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الصحية وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في هذا التقليل خطوات رائدة خطتها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مجال بناء وتطوير القطاع الصحي في المملكة يشهد لها المستوى الطبي الراقي الذي وصلت له الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع كما يتجسد هذا التطور فيما تشهده البنية الطبية في البحرين من نجاحات كبيرة للمشاريع الصحية والطبية وعلى رأسها هذا المشروع الوطني المتكامل مستشفى الملك حمد الجامعي من بداية تشغيل المستشفى في 2012 كان التوجه هو تقديم أفضل خدمات الطبية والعلاجية في البحرين وخصوصا التركيز على أهالي منطقات أو محافظات المحاري طبعا هذه الخدمة كانت دائما تسعى بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة مثل المستشفى السلمانية ومستشفى مركز القائل ومستشفى العسكري وبعض المؤسسسات الثانية تحت طبعا توجيه من المجلس الأعلى للصحة الحمد لله من ذات الفترة لهذه الأيام نفتخر بالكثير من الإنجازات التي وصل لها المستشفى طبعا بسعي مستمر وتوجيهات من إدارات المستشفى والقيادة العليا لتوفير هذه الخدمات عندما تتحدث الإنجازات وتثمر الجهود المخلصة تتمثل أروع قصص النجاح في كل ما من شأنه النهوض بمستوى الخدمة التشخيصية والعلاجية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة فهذا المستشفى استقبل منذ تأسيسه في قسم الطوارئ أكثر من 263 ألف مواطن بحريني وأكثر من 138 ألف مقيم على أرض المملكة بمجموع 392 ألف شخص كما استقبل المستشفى في أجنيحته الخاصة أكثر من 768 ألف مواطن بحريني ونحو 50 ألف مقيم على أرض المملكة بمجموع 126 ألف شخص وفي العيادات الخارجية استقبل المستشفى أكثر من مليون ومئة وعشرين ألف مواطن بحريني وأكثر من 344 ألف مقيم على أرض المملكة بمجموع يقارب مليون ونصف المليون شخص الأشياء يميز المستشفى وجود العديد من الخدمات الطبي وميز فيها في البحرين ويمكن ما يكون بس في البحرين يمكن يكون حتى على مستوى المنطقة ومن أهمها طبعا وجود مركز السايكوترون لإنتاج النظار مشعل العلاج طبعا هاي تعتبر نقلة نوعية في البحرين وطبعا في أقسام ثانية مهمة يتميز مستشفى ملك حمد بوجودها مثل وحدات العلاج بالأكسجين المضوط وعلاج الجروح من الإنجازات الثانية طبعا هو استحداث منظومة مختبرات الطبية وبين كدام واللي حديثا حصل على شهادة التميز أو شهادة الجودة العالمية من الكاب اللي هو الأمريكان كولوجي وبالثولوجي وهي تعتبر طبعا واحدة من شهادات التميز العالمية في الجودة طبعا سأمكال بعد فيه من الإنجازات الثانية اللي ممكن تشوفها وجود اللي هو وحدة الأشعة التداخلية العمل الدؤوب والمخلص والتوجيه الدقيق والمستمر من قبل القيادة العامة لقوة دفاع البحرين جعل من أبناء هذا الوطن أنموذجا فريدا للتفاني والمثابرة على التعلم واكتساب الخبرات الحديثة لرفض القطاع الصحي وجعله الرائدة على مستوى المنطقة طبعا التحديات الموجودة حاليا كثيرة فكام باب أولى نحن نبتد نركز على المواطن البحريني والموظف البحريني مو بس بالنسبة للطاقم الطبي أو الطاقم الفني المساعد حتى بالنسبة للطاقم الإداري المساند طبعا المستشفى دائما تسعى لإستحداث برامج تطويرية كان أهمها في خلال السنوات التي راحة استحداث برنامج تأهيل التمريض المساعد وطبعا هذه تعتبر نقلة نوعية أننا استحدثنا هذا البرنامج ذاتيا في المستشفى وطبعا مع تنسيق مع عدة جامعات في البحرين دقة واحترافية عالية تلقى استحسانا ورضا كبيرين من المرضى وزوار المستشفى نتيجة ارتفاع الوعي الإداري والخدماتي والطبي الذي يتميز به منتسب مستشفى الملك حمد الجامعي وهو ما يصب في خدمة الوطن والمواطن ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة بجعل البحرين منارة للتطور والرخاء على مختلف الأسعدة أهلا فيكم مشاهدين ما زلنا متواصل معكم في هذه التغطية بمرور خمسين عام على تأسيس قوة دفاع البحرين هذه الاحتفالية التي يحتفل فيها جميع البحرينيين حقيقة أعود مرة أخرى للعميد طبيب عبد الله في ما يتعلق بموضوع هل هناك موضوع البعثات هل هناك في بعثات مخصصة للكادر الطبي والتمريضي في المستشفى العسكري ومركز محمد بن خليفة للقلب هدف تبادل الخبرات التدريب التأهيل لتقديم علاج أكثر تطور في هذا الجانب هو في الحقيقة هناك لجنة علية موجودة للمتعثين لجنة متعثين خلينا في البداية نتكلم عن لجنة الخريجين الثانوية العامة في لجنة الاختيار ومنسياب الطلبة الخريجين الاختيار من دراسة الطب دراسة التمريض دراسة العلاج طبيعي دراسة علوم المختبرات الشعة العلاج طبيعي وأشياء أخرى مصاحبة بعد أن تخرجون طبعا الدكاترا والتمريض ويصاهمون في العملية الصحية في المستشفيات هذه في لجنة تدريب كل المستشفى في لجنة تدريب موجودة مثلا المستشفى العسكري في لجنة تدريب فهم يختارون لطباء الكفاء ووصلون دراستهم لطباء والتمريض ووصلون دراستهم أيضا اسمها دول عربية أو دول أجنبية فعندنا دكاترا يدرسون في جامعات السعودية ومستشفى السعودية يدربون بضافة للأردن وقدر عندنا في دول الأوروبية مثل كندا إيرلندا فرنسا ألمانيا فعندنا مجموعة بين دكاترا تخصصون وقدركم اتفاقيات مشتركة طبعا في عندنا اتفاقيات مشتركة مع دلال النهاية عشان ننسب ونختار دكاترا لأن نحن اهتماما بالعنصر البشري العنصر البشري هو مهم بالنسبة لنحن فنختار الناس طبعا لا تختار أي واحد يروح طبعا لنصر يعني يخضع الامتحانات وامتحانات طبعا نحصل لدرجة المواحدة و بعدين نحن نرسل هذه للجهات المعنية طيب خلنا أرجع للعميد ركم بحري نعمان وحديثنا عن كل جانب الرياضي الدعم اللي حقيقة يقدم دعم كبير جدا ليس على الجانب المادي والمعنوي ولكن أيضا هناك جوانب أخرى حدثني عن أهم هذه الفعاليات أو أهم الإنجازات الرياضية العسكرية اللي حققت اليوم منتخباتنا العسكرية ما حققوا خلال هذه المدة نحن عندنا عدد كبير من منتخبات نعم ما حققت هذه المنتخبات أنا الله يسلمك أول شي طبعا أبي منك وقت على شرص أن أعد لك هذه الإنجازات لأن أنت تتكلم إنجازات بس حط في بالك نحن لا نستطيع ناخذها كلها لا ما بناخذها أنا أختصرها بس عطني بعد وقت لأن هي كثيرة جدا وانت تتكلم يعني من 40 سنة تقريبا يعني منذ التأسيس فإحنا خلنا قسم الإنجازات على ثلاث تقسام القسم الأول أن نالت قوى الدفاع البحرين ثقة جيوش العالم في ترأسها لاتحاد الدولي العسكري السيزم من 2014 إلى 2018 وهذه إنجاز كبير لقوى الدفاع البحرين كجيش يعني صغير ضمن جيوش الكبيرة أن يترأس هذه المنظومة الرياضية الكبيرة الدولية هذه إنجاز يعني يحتسب لأن إنجاز كبير لقوى الدفاع البحرين قوى الدفاع البحرين رغم أن هي جيش صغير كذا احتضن ثلاث بطولات دولية عسكرية ضمن السيزم 2010 بطولة الشراء الدولي العسكرية 2012 بطولة العالم للقدرة و 2014 بطولة العالم العسكري للغولف يعني في دول يمكن كثيرة لليوم و كبيرة كجيوش ما استطاعت ما استطاعت أن تستضيف هذه وهذا يعني يثبت لك غطرة البحرين اسمح لي هذه على ذي الجانب أنا أبي جانب المنجزات اللي حققت فيها الذهب الذهب النص تسأل عن الذهب الذهب نعم نحن الله يسلمك نروح على البطولات الألعاب العسكرية المجمعة هذه بنقسمها القسم الأول وبعدين بنرجع على المنتخبات اللي هي البطولات المنتخبات الاندفيجول فعندنا مثلا دورة الألعاب العربية الرياضية العسكرية الأولى التي أقيمت في 2010 بسوريا حققت قوة الدفاع البحرين 12 ميدالية ملونة وفي بطول دورة الألعاب الرياضية العالمية العسكرية الخامسة في ريو دي جانيرو في 2011 حققت سبع ميداليات في هذه المحفل الكبير وفي دورة الألعاب العسكرية السادسة في كوريا الجنوبية في 2015 حققت 13 ميدالية عسكرية هذه طبعا من ضمن الدورات المجمعة لو نرجع إلى الدورات أو المشاركات القسم الأول يعني فمنتخب كرة الغدام حقق وأحرز المركز الأول والميدالي الذهبي بطوات ارتباط الشارع الأوسط كل ليل يوم يذكرها وفرحة البحرين في ذاك الوقت منتخب تيكواندو يعني لا كثير من الإنجازات أحرز اللاعب مثلا الوكيل أحمد راشد بدو الوزن الثقل والوكيل عادل دراج وزن 85 مركز الثالث في بطوات العالم العالم العسكرية بسيول بطوات العالم بطوات العالم بسيول كذلك عندنا البطولة الأسيوية العسكري السادة تيكواندو التي قمت في الفلبين أحرز المدالية البرونزية اللي هو اللاعب وكيل أول عادل صالح الشبن لا ننسى طبعا اللاعب المقدم أحمد حماد صاحب المدالية الذهبية في الأسياد واليوم كذلك اللاعب روث صاحبة الذهبية في الأولمبياد بعده أكمل لك لا لا عادل ما بنخلص ما شاء الله انجازات طبعا خلنا نقول انجازات في ألعاب القوة ألعاب القوة كثيرة جدا أبرزها أبرزها أحمد حماد المركز الأول ميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز الألعاب الأسيوية إحراز الوكيل أول خالد جمعة المركز الأول ميدالية الذهبية في سباق 200 متر جري وقد كان رقم بحريني جديد في بطولة العالم العسيوية التي أقيمت في إيطاليا 1989 أحرز منتخب ألعاب القوة المركز الثاني في بطولة الضاحية التي أقيمت في عمان أحرزت اللاعب مريم جمال المركز التالي ميدال البرونزي في مسابقة 1500 متر في الأولمبياد 2012 يعني عندكم إنجازات كبيرة في هالجانب وأرقام أرقام كثيرة وأدري لو بنتم فيه يمكن لو انتكلم عن الرماية يعني عرفنا ما بنخلص منتخب الشراع أحرز المركز أو البدالي الذهبي المنتخب شراع العسكر في ريو دا جانيرو في دورة الألعاب العسكرية المجمعة ومنتخب الغولف دائما ما شاء الله عليه يعني في البوديوم يحصل المراكز أبرز أو أحسن منتخبات وأقوى المنتخبات العسكرية في العالم يعني ولانجازات كثيرة القفز الحر اليوم اللي هو المضلات فريق جديد ولكن يعني حق مراكز يعني متقدمة جدا وأهمها يمكن المركز الأول والمداري الذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في مصر 2016 وإن شاء الله هذه البطولات ما توقف إن شاء الله وتكون يعني مستمر ويمكن بعد لا عشان أنا بعد ما أهضم حق اللاعب الفارس خالد إهلال الخاطري تأهل لبطولة العالم بأمريكا في غفز الغفز الحواجز بتكون في أمريكا السنة هذه في أكتوبر وإن شاء الله يعني هذا إنجاز كبير هو كافي إنه تأهل وإن شاء الله يحقق أيضا المركز وغير أن حتى المنتخب العسكري يعني يعني كذا مرة يتأهل لنهائيات كأس العالم العسكرية وآخرها كان في عمان السنة اللي فاتت فمش يعني إنجازات هي كبيرة كبيرة جدا ويمكن رح نرجع نتحدث في جانب آخر في موضوع الإنجازات لكن خلنا ننتقل للعقيد عبدالله وحديثنا عن المعارض هل من خلال تنظيم المعارض يتم تنسيق أيضا بينكم يعني بعرف التعاون اللي يصير بينكم كقوة دفاع بحرين وبين وزارات الدولة أيضا نعم حسب حسب المعارض السابقة هناك لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد لمعرض البحرين دولي الطيران وكذلك هناك لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي لمعرض مؤتمر البحرين دولي الدفاع هذه لجنتين تعمل مباشرة مع العديد موزارات الدولة وبتتنظيم مباشرة من قوة الدفاع البحرين فعلى سبيل المثال معرض البحرين دولي الطيران ينظم من قبل قوة الدفاع البحرين ووزارات المواصلات بالتعاون مع جميع وزارات الدولة مع كل التقدير والشكر لوزارات الداخلية ورئاسة الحرس الوطني اللي هم دعمين في تنظيم هذه المعارض ولا ننسى باقي وزارات الدولة تنظم وتدار قبل طبعا واثناء وبعد المعرض نشتغل مع بعض بفترة كبيرة ودائما نبتدي وين ما انتهينا فهناك تعاون ممتاز بينه بين جميع وزارات الدولة جميل اللواء خلني أرجع في جزئية لواء ركم بحر الدكتور عبد الله بالنسبة للدورات التدريبية المشتركة بين الكلية الملكية القيادة والأركان البحرينية مع الكليات الملكية القيادية بدول مجلس تعاون الخليجي والأوروبي بهدف تبادل الخبرات الأمنية والدفاعية في الجانب طال عمرك الكلية الملكية القيادة والأركان والدفاع الوطني لها مجلس أعلى ويرئس المجلس الأعلى سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوى الدفاع البحرين حفظه الله ورعاه وما عليها طول عمر حريص على تطوير الكلية الملكية في جميع المجلات لذاك تحرص الكلية الملكية القيادة والأركان والدفاع الوطني باستمرار على حضور الدورات والتدريبات والتمارين المشتركة في هذه الكليات من خلال بتعاث الكادر التعليمي وكذلك القيام بالزيرات الخارجية للطلاع على حدث مواصية الله الدول الشقيقة والصديقة وهي طبعا خطط مبرمجة والضباط الدورات اللي حضرنا في الكلية نأخذهم كسنا إلى زيارات خارجية ويلتقون مع زملائهم في كليات الأخرى في أوروبا وفي الشرق الأوسط وفي الدول العربية معظم الدول اللي عبزرناها يلتقون مع زملائهم في هذه الكليات طالعام وحتى يحضروا معهم المحاضرات والتدريبات بشكل سريع يمكن الوقت داركنا بس جزئية أخيرة مع العميد الطبيب عبد الله للمرأة العسكرية في قوة الدفاع دور مميز وملحوظ وحققت إنجازات طبية متعددة أتكلمني عندي الجانب بشكل سريع ومعروف أن المرأة البحرينية أثبتت جداراتها بجميع المجالات مجالات السياسية الصادية الاجتماعية والمهنية وانخراط المرأة البحرينية في المجال العسكري أثبتت وجودها بجدارة وهي الحاليا هي طبعا اثبتت بجداراتها توصلت تقدمت للرتبة أعلى وأعلى وأعلى حاليا نحن عندنا وصلت للرتبة عميد عفوا وعندنا عميد بدرية سلمان هي قائد المستشفى العسكري حاليا فهذه نحن نفتخر فيه عندنا طبعا المرأة العسكرية هي طبيبة هي ممرضة هي إدارية هي فنية ومجميع المجالات انخلطت وطبعا المجال لها بقى كثير وحتى نحن ابعتنا إلى دورة أركان أو دورة أركان من خمس سنوات سنوات وهما طبعا يفيدهم في حالة التنفيذ والأشياء إدارية بشكل أكبر وأكثر الوقت يمكن دركنا بشكل سريع في النهاية كلمة توجهونها بهذه المناسبة أبدأ معك باسمي باسم الزملاء يكرر التهنئة إلى القيادة العسكرية العليا على سهم سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى المؤسس والصراحة والباني لهذه القوة وحفظ الله البحرين من كل ما مكروف في ظل رعايته الكريمة في ظل قيادته الحكيمة العميد طبيب عبد الله كلمة بهذه المناسبة إذا حب تقولها والله صراحة أهنئ قيادة رشيدة على مرور خمسين عام على تأسيس قوة دفاع البحرين ومشكورين على صدبتنا هذا أقل واجب يعني ما قدمنا شيء سعادة العميد والله أنا طبعا سعيد جدا بين أن أكون ضمن زملائي الضباط اللي يتحدثون في هذه المناسبة سعيدة على قلوبنا جميعا ونستذكر فيها خمسون عاما من العطاء والفداء صحيح والإنجازات التي حققت في هذه الحرب في جميع الجوانب في جميع الجوانب وطبعا أرفع يعني أسمى آيات التهاني والتبركات إلى سيدي جلالة الملك القائد الأعلى وإلى نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد وإلى سيدي سعادة سيدي معالي القائد العام المشير الركن خليفة بن أحمد القائد العام لقوى الدفاع البحرين وإلى وزير الدولة وإلى سعادة رئيسة أركان وإلى جميع ضباط ومن تسبي قوى الدفاع البحرين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا العقيد عبد الله كلمة بهذه المناسبة أنا أقول نعاهد الله ثم سيدي صاحب الجلال الملك المفد القائد الأعلى ونعاهدكم كشعب البحرين أن نبقى لكم الدور الحصين ضمن هذه المؤسسة العريقة قوى الدفاع البحرين ونقدم لكم كل الشكر والتقدير على جهودكم اللي بذلتوها طوال هذه السنوات في حماية أمن البحرين ودوركم الكبير اللي حقيقة قدمتوا لهذا الوطن كل الشكر والتقدير لكم مني شخصيا وأكيد من كل شعب البحرين وشكر إذن موصول لللواء الركن بحري عبد الله سعيد منصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني شكرا لك وكل عام أنتوا بخير وأيضا العميد طبيب عبد الله درويش المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية للمستشفى العسكري شكرا على حضورك اليوم وأيضا الشكر للعميد ركن بحري نعمان راشد الحسن أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري شكرا جزيلا لك وشكر للعقيد ركن عبد الله محمد النعيم قائد كتيبة الشرطة الجوية شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين على المتابع نواصل معكم هذه الفترة في تقطيتنا لهذا اليوم لكن أقوم بها الفاصلة محريننا أرض المحبة والسعاد دار الرجال المخلصين الصادقين نفي ثرات محريننا داعات بالروح والأموال والغالي الثمين محريننا أرض المحبة والسعاد دار الرجال المخلصين الصادقين نفي ثرات بحريننا ذاعات بالروح والأموال والغالي الثمين يا دارنا هذا عهد من ناوال نرفع سدودت عن أيابي الطامعين نحن عرب نحن عرب نحن عمد نحن جبال صامدات ماتلين يا دارنا هذا عهد من ناوال نرفع سدودت عن أياد الطامعين نحن عرب نحن عمد نحن جبال صامدات ماتلين محريننا أرض المحبة والسعاد دار الرجال المخلصين صادقين نحن عمد نحن عمد بعد السلام موزن كلامي بتبيان وانتره كيف الدر يبدي لبايبة وهدي مليكي وانهديته فما كان الله محبه عن هماني بتايبة ليه منطرين الجود قلنا بوسلمان نبع المكارم قايما في وجايبة نبع الشهانة خاف قهروض بستان وابل المروه فيه يروي عشايبة ابن الأصل طيبه مع الكل هتان كيف العجب وهو سريل العتايبة ابن الخليفة وفخرنا طول الازمان وعزم فتح للخير أكبر بوايبة نسل الفواتح الميامين شجعان منهو نكر هالحق له نفس خايبة ومنهو نكر فضلة ونادى ببهتان شرشح خفايا النفس بثياب عايبة لا 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 تزعي يا ذار والراب الأحد نحمي مقامة والعزم حدين سنين حنا إذا شد الوضع لم نصعد متكاتفين نردع نوايا الغادرين لا تزعي يا ذار والراب الأحد نحمي مقامة والعزم حدين سنين حدينها نحن منهو نشد الوضع لم نصعد متكاتفين نردع نوايا الغادرين ما حريننا أرض المحبة والسعال دار الرفال مخلصين الصادقين نبدي ذا محبيني مالا العاد بالروح والأموال والغالي حنا دروعك يا بلد حنا عضاد حنا عيالك حزة الحزانبين وقت الشدايد الشبل من أساد يحمي عرينا ما يهبون استكين حنا دروعك يا بلد حنا عضاد حنا عيالك حزة الحزانبين وقت الشدايد الشبل من أساد يحمي عرينا ما يهبون استكين وقت عيننا أرض المحفة والسعاد دار الرجال المخلصين الصادقين نفتي سرات دروح والأموال والغالي أهلا بكم من جديد مشاهدينا ما زلنا متوصلين في هذه التغطية بمرور خمسين عام على تأسيس قوة دفاع البحرين هذه الاحتفالية اللي ما يحتفلون فيه فقط منتسبي قوة الدفاع بل هي احتفالية لكل بحرين حقيقة يفتخر بهذه المؤسسة أيضا مشاهدين للسلطة التشريعية دور مهم في إبراز إنجازات قوة دفاع البحرين على المستوى العسكري والإداري والتنمية البشرية اليوم نتعرف أكثر على دور المجلس التشريعي والدور الأكاديمي والإعلامي في إبرازهم لإنجازاتهم اللي ساهمت في تقدم وبناء مسيرة الازدهار والرخاء اللي تشهدها مملكتنا الحبيبة معنا في الاستوديو اليوم سعادة النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أهلاً ومرحباً فيك أهلاً سهلاً حياك وأرحب أيضاً بسعادة نائب خالد الشاعر عضو في اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أهلاً ومرحباً أهلاً وسهلاً خلني أبدأ معاك سعادة نائب عبدالله وشيء كل عام وحن بخير بمرور خمسين عام على تأسيس قوة دفاع البحرين وكيف يسهم القضاء العسكري في إبراز إنجازات قوة دفاع البحرين على المستوى التشريعي بالنسبة لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسألين أتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبركات للقيادة السياسية في مملكة البحرين مع رأسهم جلالة الملك ولقوة دفاع البحرين مع رأسهم مع المشير الشيخ خليفة بن أحمد ولكل رجالات قوة الدفاع ولشعب البحرين على هذه الإنجازات التي تقدمها هذه المعسسة حقيقة كل النجاحات التي تحققها قوة دفاع البحرين اليوم وعلى كل المستويات لهو بتوجيهات من جلالة الملك ثم معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد ثم رجالات قوة الدفاع وشعب البحرين ثم السلطة التشريعية في المؤسسات الدولة كلها متكاملة وكلها تعمل في جهاز واحد وهذه الإنجازات تأتي من رئيس الهرم من جلالة الملك ثم من الغيادة السياسية ثم السلطة التشريعية ثم كل المؤسسات تتعاون لإبراز هذه الإنجازات وإلى عامن هذه البلد وطمعنة كل مواطن بحريني وهذا المستوى اللي وصلت له هو الدفاع البحرين طيب سعدت نائب خالد منجلس النواب متابع دائم للإنجازات الوطنية خاصة فيما يتعلق بإنجازات قوة دفاع البحرين كيف يترجم النواب اليوم ما حققت قوة دفاع البحرين من ارتقاء بمستوى منتسبيها اللي بالتالي راح يرتقي بالمجتمع سواء من ناحية الأكاديمية أو حتى من ناحية المجتمعي بسم الله الرحمن الرحيم أولا أبارك لجلالة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى ولي العهد الأمين وأيضا إلى معالي مشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد القائد العام لقوة الدفاع ووزير الدفاع أيضا على مرور خمسين عام على تأسيس قوة الدفاع قوة العطاء قوة البناء قوة الأمن والأمان في البحرين طبعا قوة الدفاع البحرين لها صبغة تختلف عن أي مؤسسة عسكرية يعني قوة الدفاع البحرين الأبناء وأيضا الطلبة والأمهات والأخوات جميع أفراد العائلة لهم منظور خاص لهذه القوة دائما وأبدا يعني إذا احنا بنقول يعتبرون قوة الدفاع البحرين هم الحصن الحصين إلى البلد وهي السند والظهر وهي السند وهي الظهر وإحنا مثل ما قلت لك هي عطاء وبناء وأمن وأمان مردود قوة الدفاع البحرين على الفرد البحريني أنا ما أقول مجموعة على الفرد البحريني مردود جدا يعني يتمتع بالقوة يتمتع بالمتانة يتمتع بالفخر والامتنان اليوم لما أنا آي أقول قوة الدفاع البحرين أنا أفتخر بقوة الدفاع البحرين اليوم عيالنا لما يتشوفون واحد لابس دريس بقوة الدفاع البحرين في الشارع يبوني تصورونه إياه ليش يعني يقول لك هذا اللي يحميني أنا هو في ظهري وهو اللي يحفظ البحرين وحدود البحرين دائما وأبدا نفتخر بهذه القوة قوة الدفاع البحرين تأسيسه على مدار خمسين سنة ارتقت من المنظور الأكاديمي التدريب زاد عندنا قوة الدفاع البحرين ابتعاث للخارج زاد المهنية في كيفية التعامل مع الأحداث كان المهنية زادت استراتيجية الدفاع في البحرين كانت ولازالت تعطي الهدف الهدف السامي للدفاع عن كل فرد من أفراد البحرين نحن طبعا نتكلم عن من الناحية الأكاديمية اليوم عندنا أكاديمية داخل الجهاز البحرية أكاديمية داخل جهاز الدفاع مثل سلاح الطيران سلاح المشاة لكل هذه الإدارات أكاديمية مخصوصة لتطوير المهنية لكل فرد الابتعاث للخارج ابتعاث إلى بريطانيا إلى أمريكا التعاون مع روسيا التعاون مع البلدان العربية مثل مصر الأردن والكويت تعطي مهنية وتعطي استراتيجية عامة للتدريب يعني الواحد يفتخر أن اليوم عندنا أبنائنا طيارين أبناء البحرين يعني في الملاحة البحرية عندنا من أبنائنا البحرينيين في المشاه عندنا من أبنائنا البحرينيين هذا الشيء يعطيك افتخار وعز لجميع أفراد الشعب جميل إذن هي خمسين عام فعلا مثل ما ذكرت من العطاء سعدت النائب عبدالله أنت رئيس لجنة الشؤون الخارجي والدفاع والأمن الوطني شنو طبيعة التعاون المشترك بينكم أنتو كلجنة في مجلس النواب وقوة الدفاع والمؤسسات العسكرية وأنواع الدعم اللي ممكن أنتو اليوم تقدمون أو قدمتوه خلال عملكم نحن نعم نحن متعاونين مع قوة الدفاع وجميع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وندعمهم بكافة التشريعات والقوانين اللازمة لهذه المؤسسة وما تقوم به مملكة قوة الدفاع البحرين يعني لا ننسى دورها في أحداث البحرين في 2011 كانت هي حافظة للسم الأمني وكانت هي الحصن الحصين أيضا دور قوة الدفاع في المشاركات الخارجية يعني دورها في اليمن دورها في محاربة داعش دورها في محاربة الإرهاب دورها في حماية المياه الإقليمية لها دور كبير نحن في مجلس النواب والله الحمد أنت تعلم أن أقلب المؤسسات العسكرية في جميع دول العالم مؤسسات مغلقة يعني جاء دائما سرية أكثر نحن ولله الحمد في هذه المؤسسة هناك تعاون مفتوح بيننا وبين قوة الدفاع اجتماعات مطولة وكثيرة ونجد من يعني نجتمع مع أكبار ضباط قوة الدفاع وهناك تعاون مستمر ونرى منهم يعني الروح الوطنية لأن في النهاية الخدمة تقدم لهذا الوطن والمصلحة لشعب البحرين في النهاية الناس الكل يشتغل بكل بهنية وبكل إخلاص ونرى التعاونونهم ونحن ندعم يعني هذه المؤسسة بكل القوانين وبكل التشريعات اللي تحتاجها يعني ما تحتاجها قوة الدفاع أو أي جهزة أمنية نحن معاها وندعمها إلا تذكر سعدتنا بعض القوانين اللي مرتوها في المرحلة الأخيرة القوانين هناك قوانين كثيرة مررناها ما يحضرني الآن المحكمة العسكرية وهذه كانت من أهم الأمور وهي يعني وهو تنظيم قانون القضاء العسكري تنظيم القانون القضاء العسكري هناك تعاون مستمر فيما بين السلطة التشريعية وتنسيق مشترك وقوة دفاع البحرين وقلت لك أنا أن أغلب المؤسسة العسكرية مقلقة لكن قوة الدفاع متعاونين معنا تعاون نعم إذن مشاهدين أكيد يحمل سلاح الجو الملكي مسؤولية كبيرة بحماية أمن المملكة والدفاع عن أراضيها وتأمينها من أي خطر هذا السلاح الحيوي الذي حقق إنجازات كبيرة تعكس كفاءة منتسبي سلاح الجو الملكي من طيارين وفنيين وإداريين على جهودهم التي يبذلونها في سبيل الدفاع عن المملكة متكاتفين مع أخوانهم في جميع أسلحة قوة دفاع البحرين للقيام بواجبهم النبيل للذود عن الوطن بكل كفاءة واقتدار في هذا التقريب في ظل ما تشهده قوة دفاع البحرين وأبطالها البواسل من تطور ونماء على كافة الأصعدة الجهزية القتالية والدفاعية على اختلاف ميادينها البرية والبحرية والجوية تفرد سلاح الجو الملكي البحريني بقدراته ودوره البارز لكونه الذراع العسكرية الجوية التي تحمل على عاتقها مسؤولية هامة في الحفاظ على أمن وسلامة وسيادة الأراضي البحرينية والدفاع عن مصالح المملكة فوق كل أرض وتحت أي سماء يتميز سلاح الجو الملكي البحريني بأنه دائما يطور كوادرة من خلال دورات الأكاديمية والدورات التعليمية والتخصصية وتلاحظون هاي الشيء في الروح المعنوية العالية لمنتسبي سلاح الجو الملكي البحريني بشكل خاص وبشكل عام قوة دفاع البحرين هي اللي ترعاها هذي أو ترعاها هذي الدعم طبعا التعليمي والأكاديمي لجميع منتسبيها تكتسب هذه الخبرة عن طريق التدريب الاحترافي الاشتراك في التمارين الداخلية والخارجية مع القوات الصديقة والشغيقة وكذلك من خلال برنامج الدراسات العليا دراسة الماجستير ودراسة الدكتوراه المهنية والاحترافية خلال أداء المهام العسكرية والمناطبها منتسب سلاح الجو الملكي هي السمة التي امتازوا بها خلال قيامهم بواجباتهم النبيلة وذلك نتيجة للتدريب المكثف والعمل الدؤوب على تطوير الأداء وقياسه المستمر وفق أعلى المعايير التي يشرف عليها ضباط قيادة سلاح الجو الملكي والقيادة العامة بقوة دفاع البحرين نحن كمنتسبين قوة الدفاع ومرتب سلاح الجو الملكي نركز على التدريب والتأهيل المستمر وذلك تحت توجيهات سيدي قائد سلاح الجو الملكي ونحن كمنتسبين للقوة الدفاع البحرين نتشرف في خدمة وطننا في كافة الظروف وفي كل وقت وأي مقام أنا كلمسجد في قوة الدفاع البحرين أعاهد قيادتنا الرشيدة وشعب البحرين أنا أكون في خدمة الوطن في جميع الظروف في ظل ما تشهده البحرين من تطور ونماء على مختلف الأصعدة شهد المجال العسكري طفرة هامة في مجال تطوير العمل العسكري ورفع كفاءات منتسبي قوة دفاع البحرين ورفض هذا القطاع الاستراتيجي بأحدث الأنظمة والمعدات العسكرية المتطورة ليكون مصدر فخر واعتزاز في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في شتى الميادين أهلا فيكم مشاهدين من جديد ما زلنا متواصلين في هذه الاحتفالية بمرور خمسين عام على تأسيس قوة دفاع البحرين سعادة النائب خالد تحدثني يمكن عن النقاط ويمكن سعادة النائب عبدالله ذكر جزئية مهمة في موضوع بعض القوانين فيما يتعلق بقانون أو تنظيم قانون القضاء العسكري وناقش مجلس النواب هذا الموضوع وعدد أيضا من مواضيع أخرى في تعديلات القوانين العسكرية حدثنا عن أهمية هذه التعديلات اليوم وكيف تخدم هذه المؤسسة حقيقة التي تخدم البحرين بأكمله تعديل الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى أيضا السلطة التشريعية على المرسوم بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري أعطى صلاحية للقضاء العسكري بالمحاكمات العسكرية المتعلقة بالإرهاب نحن اليوم الإرهاب يعني تعرف أنت مس جميع الدول إرهاب يعني سواء دعم الإرهاب سواء يعني المنظمات الإرهابية التي تعوث يعني في البحرين عاطت في البحرين وفي الدول أيضا الخليجية والدول العربية من ضمنها داعش وأيضا المنظمات اللي يعني مقصدها البحرين المنظمات مثل منظمات ميليشيات حزب الله والمنظمات الثانية اللي تم إدراجها على قوائم الإرهاب اليوم نحن أعطينا من هذا المرسوم بعد الموافق على هذا المرسوم الصلاحية التامة إلى محاكمات عسكرية داخل القضاء العسكري لتكون محاكمات سريعة ورادعة في نفس الوقت موافقة المجلس على محكمة التمييز العسكرية والطعن في الأحكام الصادرة من المحاكمة العسكرية تعطي صورة لحقوقية زيادة للمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لأن البحرين بغض النظر عن المحاكمات سواء كانت عسكرية أو مدنية هناك أيضا يعني درجات في التقاضي منها الطعن ومنها التمييز وحتى التمييز على درجتين والطعن على درجتين سواء كان في الاستئناف أو في المحكمة الابتدائية هذه المشاريع تعطي قوة لأولا قوة حقوقية إلى المنظمة العسكرية وتعطي أيضا قوة رد لجميع المنظمات الإرهابية ومن تسول نفسه إلى اللعب بمقتدرات هذا الوطن وبأمنة أيضا وبأمنة طيب سعادة ناب عبد الله إذا يعني تكلمنا عن المراحل لقوة دفاع البحرين يمكن بعد يعني عام 2011 2010 بدأت قوة دفاع البحرين تدخذ من منظومات دولية إقليمية كالتحالف العربي كالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب مدى أهمية لهذه المنظومة لهذه المؤسسة الوطنية اليوم في البحرين والله الحمد يعني اليوم البحرين المؤسسة العسكرية وقوة الدفاع البحرين مشاركاتها وتحالفاتها الخارجية أثبتت كفاءة العسكري البحريني المشاركات مشاركات البحرين شاركت في حرب اليمن شاركت في عاصفة الحزم في إعادة العمل شاركت في محاربة داعش كان العسكري البحريني بيّن للعالم والجيوش العربية والصديقة والمناورات يعني اللي أثبتت إنهم على كفاءة عالية من الغتال ولا ننسى يعني إحنا في حرب اليمن الأخيرة قوات التحالف مشاركة البحرين بغيادة المملكة العربية السعودية البحرين زفت ثمانية من الشهداء البحرينيين في هذه الحرب واستبسلوا واستبسال يعني وكل أشاد يعني قوات الناتو أشادوا بقوات دفاع البحرين ومشاركة البحرين دول صديقة ودول عربية ودول إسلامية أشادوا بدور البحرين وبعطائها ويعني يرجع هذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لجلالة الملك ثم للشيخ خليفة بن أحمد إن هذا الرجل عنشأ جيش فعلا ذو كفاءة عالية قتالية لا ننسى أيضا في المياه الأقليمية القرصنة محاربة القرصنة يعني إيران كانت صبحة الفرقاطة هذه السفينة هذه أحبطت أكثر من 250 محاولة تهريب يعني كثير الناس ما يدري عن هذا الكلام ولكن كان لهم دور البحرية والسلاح الجو أيضا ما ننسى دعمه ومسانته القوات الحرس الملكي حضور مشاركة سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في قلب الحدث يعني أغلى ما يملك جلالة الملك فلذات كبد أبناء شاركه ومشاركه يعني البحرين هي الدولة الوحيدة اللي شاركوا فيها أبناء الملك وكان لهم دور كبير ومشاندة وتشجيع زملائهم وأخوانهم يعني في الحقيقة والشكر موصول حتى الجلالة الملك حتى أبناء الشهادة اللي ماتوا كلمة جلالة الملك يعني تسطر في التاريخ لم ننسى يعني ستخلد في تاريخ البحرين للشهادة أبناءهم أيضا قوة الدفاع تدعمهم وتساندهم أبناء الشهادة لم يستثل ما نسوهم موقفهم معاهم ويدعمونهم مديا ومعنويا والسؤال عنهم والاهتمام فيهم وهذا شيء يعني نحن نعلم عنه فدور قوة الدفاع دور يعني في الحقيقة يشكرون عليه وما يقومون به حفظ أمن البحرين لحد ظاهر اللي مريني فيها كلنا نعلم في 2011 كان لهذا الدور في حفظ السلم الأمني والوطني وكان يعني الشارع البحريني المواطن البسيط لما يطرع ويشوف رجال قوة الدفاع من تشرين في كل محل حطاهم رفع المعنويات وعطاهم الروح وعطاهم وانت كمواطم في داخلك لطمئنام هذولا رجال يعني آهد الله سبحانه وتعالى قبل الناس أن يكون مخلصين وموانين لهذه الوطن ويمتون في داء لهذه الوطن وقوة الدفاع اليوم ما في بيت في البحرين ما في أحد من رجالات قوة الدفاع لهم منا كل الشكر ولهم منا كل التقدير ونحن نشاركهم هذه الفرحة وكل مواطن بحرين يشاركهم في اليوم وشكرا لقياداتنا وشكرا لرجالات قوة الدفاع على هذا الدور على هذا العطاء يعني نحن شيء مفخرة لكل البحرين في الحقيقة نعم ويستحق هذا الاحتفال بمرور 50 عام على ما قدمتها هذه المؤسسة سعادة ناب خالد فيها الجزئية يمكن لذكرها سعادة ناب عبد الله نحن اليوم عندنا نموذج وهو يعني قوة دفاع البحرين كمؤسسة متكاملة يعني في كل الجوانب ونموذج حقيقة يحتذى فيه من النماذج اللي يجب أن تحذو عليها أيضا باقي المؤسسات الوزارات إذا كان في نواقص في جانب معين ونتيمكن هذه دوركم أيضا في مجلس النواب في موضوع المقترحات وغيرها مؤسسة على الجانب الأكاديمي مميزة لديها أكاديميات على الجانب الإداري مميزة إداريا على جانب ما تقوم فيه أيضا من مشاريع سواء خاصة بقوة الدفاع أو مشاريع لها علاقة بالوطن أو منتسبي قوة الدفاع في الجانب الطبي أيضا وهو جانب يعني مميز مستشفى الملك حمد يمكن ما شاهدنا أيضا من تطور كم صرح علمي كيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب على مستوى داخلي في البحرين حقيقة قوة الدفاع البحرين لها تاريخ عظيم في العطاء داخل البحرين وخارج البحرين داخل البحرين اليوم أنت لما يتيت تشوف قوة الدفاع البحرين الاستراتيجية اللي تتبعها في إدارة قوة الدفاع البحرين كاملة من بحرية ومن طيران ومن مشار ومن مدفعية جميع أقسامها نفس ما قلت لك في السابق بمهنية تامة المهنية عندهم أهنية عسكرية نظاهي فيها القوات الجيوش الكبيرة كاستراتيجية مهنية إدارية مثلا أنا بضرب لك مثل اليوم أنت لو يت ضربت مثل إلى الجيش الأمريكي قوات الأمريكية اليوم قوات الأمريكية تعمل داخل أمريكا تعمل المنشآت المنشآت المدنية اللي يعني تمشي عليها مثلا السيارات الكباري تعمل عليها الجمهورية مصر العربية المشاريع الحيوية الاستراتيجية داخل مصر تعمل بسواعد من الجيش من الجيش بالإضافة إلى صناعة الأسلحة بالإضافة إلى يعني المشاريع الاستراتيجية ضخمة من أشياء طبية من مستشفيات اليوم البحرين لما تشوفها لما أنا نقارنها بهذه الدول الكبيرة على المستوى العسكري اليوم احنا اليوم في دول حوالينا ما عندها هذه الانتاجية دول احنا اليوم عندنا مستشفى العسكري مستشفى القلب في البحرين اللي يأتون من جميع دول العالم يتعالجون فيه عندنا مستشفى الملك حمد إدارة قوة دفاع البحرين هذه من الناحية الطبية لما أتي من الناحية الاستثمار المحلي اليوم قوة دفاع البحرين عندها مشاريع استثمارية على اساس أنها ممكن تكون مدخول إضافي إلى المؤسسة العسكرية في دعمها في دعم شراء الأسلحة في دعم التدريب في دعم التطوير في دعم دعم الأكاديميين عندها داخل هذه المؤسسة العريقة عندها المجمعات التجارية عندها المشاريع الاستثمارية التابعة إلى الحرس نفسها عندها بعض الصناعات المحلية بالاشتراك مع مملكة العربية السعودية بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الانتاج عندما تتشوفها تقول هذه كأنها دولة كبيرة صغيرة في حجمها ولكن كبيرة في عطائها المؤسسة العسكرية حقيقة نحن نشكر جرالة الملك هو المؤسس هو الأب الروحي لهذه المؤسسة العسكرية معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد يعني يعتبر الأخ والأب ويعني اليد اليمنى لكل جندي عندنا كل واحد لو تطيد مشكلة صغيرة يتجه إلى هذه الشخصية العظيمة التي نعتبرها يعني كلنا كل البحرينيين أو عيالنا في البيت في مدارسنا أخواننا وخواتنا كلنا نفتخر في إدارته لهذا الصرح وهذه المؤسسة العظيمة صغيرة البحرين في حجمها ولكن كبيرة في عطائها في كل شيء كبير للبحرين سبحان الله يعني بيقضي النظر عن الموارد قليلة في البحرين صغر المساحة الجغرافية في البحرين ولكن على المستوى العالمي تحقق منجزات كبيرة والكل يشهد لها سواء الأمم المتحدة تشهد حق البحرين المؤسسات خارج الانترناشنال كوميتي يعني في دول العالم حتى الأقصائيات الدولية تجد البحرين دائما يعني في المراتب العليا دائما دائما وابدا يعني نشكر جميع المنتسبين نفخر بكم نفخر بهذه المؤسسة العسكرية العظيمة ونشكركم على كل ما قدمته للبحرين سعدة نائب عبد الله فيها الجزئية اللي أخذها من سعدة نائب خالد واللي يعني تحدث فيه يمكن عن مثال وهو مستشفى الملك حمد واللي هو بإدارة قوة دفاع البحرين وما يقدم من خدمات أيضا المستشفى العسكري يعني لم تقف قوة دفاع البحرين على جانبها الأساسي وهو حماية حدود الوطن وحماية الوطن وسلامة أراضيه ولكن أيضا في الجانب الطبي يمكن في الفقرة الأولى كانت تحدث مع الأخوان من قوة دفاع البحرين وكان الحديث عن المستشفى العسكري وما يقدم من خدمات لمنتسبي قوة الدفاع البحرين وللمواطنين بشكل عام أيضا وكذلك مستشفى الملك حمد كيف تنظر إلى هذا الجانب أيضا وما تقوم فيه هذه المؤسسة العريقة هذا يعني يعطي مؤشر أن هذه المؤسسة العسكرية تمشي في الطريق الصحيح وفي لديها خطة واستراتيجية وواضحة وهناك تطوير ومستمر باستمرار سواء كان على الجانب العسكري أو على الجانب الطبي يعني قيادة المؤسسة العسكرية ومثل ما تفضل أخوي من وضع هذه اللابنة الأولى هو جلالة الملك وثم هو يعني تدرجت إلى معالي المشير اللي فعلا يعني هناك إنجازات عسكرية وهناك إنجازات طبية وهناك إنجازات على جميع المستويات في السلك العسكري البحرين اليوم تفخر بدور قوة دفاع البحرين قوة دفاع البحرين يعني حافظت أقلب شعب البحرين احتوى أقلب أهل البحرين البسطاء والضعفاء والكبار احتوتهم ووظفتهم وهيئتهم أقلق قوة الدفاع اليوم لما ترى رجال قوة الدفاع كلهم رجال كفاءات يعني رجل جاهز مهيئ في أي منصب ممكن في كل الجوانب نجحوا على مستوى السفراء على مستوى الوزراء على جميع المستويات الناس يقدمون خدمة يعني هذا الرجل لما كان ضابط يقدم ولاء وخدمته لوطنه لما كلف بمهمة ثانية سواء في السلك الدبلوماسي أو في السلك أي عمل يقوم على أكمل وجه فتلقى ناس ما تحتاج أنك تتعب عليها متهيئهم ناس مهيئين ولاء ومحبة وأخلاص وتفاني في العمل وهذه هذا قمة المفخرة في الحقيقة يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى شكر لقياداتنا الرشيدة وحكمتهم ونظرتهم يعني البعيدة وعلى رأسهم جلالة الملك يعني هو من وضع هذه اللبنة هو من يدعم هذه المؤسسة هناك يعني قطاعات عسكرية كثيرة هو شخصيا يباشر وقيادات هو الدفاع البحرين ورجالها وعلى رأسهم معالي المشير الشيخ نعم مشاهدين رجال الحرس الوطني البحريني أيضا هم الدرع الحامل للوطن حيث تؤدي قوات الحرس الوطني مهمتها الوطنية بحفظ الأمن والاستقرار عبر منظومة جادة مبنية على معايير عصرية متطورة وفق أحدث ما توصلت إليه الأجهزة المماثلة في العالم اليوم غدى الحرس الوطني صرح أسكري شامخ يسهم مع غيره من الأجهزة الوطنية في حفظ الاستقرار وصون مكتسبات مملكتنا الحبيبة في هذا التقرير شق طريقه في بناء صروح المجد وأسس لجيل من أبناء الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة جيل واعن بمعنى الوطن يعتز بالبحرين كوطن استطاع الحرس الوطني أن يكون واحدا من أعرق المؤسسات العسكرية ليس فقط محليا بل إقليميا ودوليا فهذه المدرسة الوطنية عملت من خلال مبادئ الانتماء الرفيعة والقيم الشامخة التي تعكس الولاء والحب لهذا الوطن الغالي وميادين الكرامة والعز تشهد لمنتسبيه العزيمة والتصميم فشرف خدمة الوطن شرف أسمى في كل الأوقات والميادين موسيقى لدع داعي الحرس يدى راحنا لكي تشهد عزك في الدكا مابلاء والصقر راعي الحرس صقر الحرس مكرى فوق الفرينة جلال ومن بغى يصل مواصل الصدور لو صل دار اللبو عيسى درس الصقر راعي الحرس صقر الحرس ما كراكو قفت ريالة جلس ومن بغى يصل مواصل الصدور لو صل دار اللبو عيسى درس دمت الدنيا وطنة الابد عزنا من كل حرس أهلاً فيكم من جديد مشاهدين أعود مرة أخرى وأواصل حديثي مع سعدة نائب خاد الشاعر وسعدة نائب عبدالله بن حويل سعدة نائب خالد حدثنا عن وسام القوة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واللي جاء في مرسوم لمجلس النواب التصويت علينا حقيقةً هو جاء هذا المرسوم بقانون 28 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 19 لسنة 76 بشأن الأوسمة ارتأى جلالة الملك الله يحفظه أن يعني يكرم جميع منتسبي قوة دفاع البحرين جميع بمنحهم وسام يسمى بوسام القوة بعد مرور 50 عام على تأسيس قوة دفاع البحرين تكريم يعني جلالة الملك مثل ما قلت لك هو المؤسس الأول والأب الروحي لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والحرس الخاص وجميع الأجهزة العسكرية والأمنية فارتأى أنه يهدي لكل فرد وسام اليوم احنا نعمل يعني في ناس يعملون بجد واجتهاد لمدة 15 و20 سنة ليحصلوا على وسام لكن رجال قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والحرس الملكي دائما وعبدا يعني الملك حطهم نصب عينه فكان اقتراحه أنه يعطي لكل فرد هذا الوسام يسمى وسام القوة فتم إصدار مرسوم بقانون لتعديل بعض الأحكام ومنح لجميع بعد 50 سنة من التأسيس إلى كل فرد من أفراد قوة دفاع البحرين احنا تقريبا وصلنا للختام سعد تناب عبد الله كلمة أخيرة بهذه المناسبة توجهها لمنتسبي قوة دفاع البحرين ولشعب البحرين أيضا أنا أقول شكرا لكل رجال قوة الدفاع وارفع عقالي تحية لهم وعلى رأسهم جلالة الملك ومعاني المشير وكل شعب البحرين وكل رجالات قوة الدفاع البواسل الحصن الحصين لهذه المملكة الغالية علينا يا عجز اللسان في مدح هذا الرجال الرجال سطروا أروع الأمثلة وأروع البسالة والشجاعة والمهنية والإخلاص والحديث عنهم كثير لو نتكلم عن قوة الدفاع وإنجازاتها نحتاج يوم كامل لكن هناك أمثلة بسيطة سطرتها رجال قوة الدفاع البحرين في الأحداث كثيرة مشاركتهم في الكويت حرب تحرير الكويت مشاركتهم في التحالفات مع الدول الصديقة مع الدول العربية مع المملكة العربية السعودية في التحالف الأخير دورهم الغتالي اللي كل نشاهد له في الحقيقة ويستحقون منه كل الشكر يا عجز اللسان عن شكرها أقول الرجال لهم منه كل الشكر واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلد وغيادتها من كل شر يا ربا سعادتنا أب خارج كلمة بهذه المناسبة أنا أشكر جلالة الملك على تأسيس هذه القوة قوة الدفاع البحرين بكل مهنية وبكل حكمة وبكل اقتدار بعد خمسين سنة مضت ونشكر معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد على قوة في إدارة هذه المؤسسة العسكرية نشكر جميع منتسبين قوة الدفاع البحرين والحرس الوطني وجميع يعني منتسبين أي جهاز أمني في البحرين نفخر بهذه المؤسسة العسكرية نفخر بمنتسبيها ونفخر أن نحن عندنا ملك يعني يأخذ ما أخذ قلوب الأسرة في البحرين ما أخذ قلوب حتى المقيمين في البحرين وما أخذ قلوب جميع المنتسبين ولا ولا المنتسبين إلى جلالة الملك لن يعني نادر ما تحصل في ولا هذا الحب والعطاء من جميع المنتسبين نشكر الجميع على هذه المؤسسة يعني ما نقدر نقول أننا كلمة من القلب نحن نحبكم كمواطنين ونعزكم ونفدي بروحنا عشانكم ونشكركم على كل هذا العطاء أنا أشكركم جزيلا شكر سعادة النائب عبدالله بن أحوين رئيس لجنة الشؤون الخارجي والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب شكرا جزيلا لك وشكر أيضا لسعادة النائب خالد الشاعر عضو في اللجنة الشرعية والقانونية بمجلس النواب شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله حافظك وصلنا مشاهدين في تغطيتنا الخاصة لعيد الجيش البحرين الختام إذن الخامس من فبراير من كل عام نحتفل ونحتفي بإنجازات جنودنا البواسل وجيشنا المغوار في مختلف الأصعدة وفي نهاية هذه الحلقة نتقدم لكل منتسبي قوى الدفاع بالتقدير والاحترام إلى درع الوطن وقوة الأمن والسلام على جهودهم الجبارة في حفظ الوطن لتبقى مملكتنا الغالية شامخة ينعم فيها كل مواطن ومقيم بالأمن والطمأنينة في أمان الله